موسيقى ونحن اليوم كشعب منقول له الأهل أوكرانيا أنه مت ما أنتو شايفين هلأ نحنا دعنا اللي أنتو راح تدقوا من هالإجراء موسيقى طبعا اليوم نحن بنرسم على جدران بيوتنا يلي دمرها طيران بشار أسد بداع من الاحتلال الروسي لنوصي رسالي لكل دول العالم أنه سكوتكم على الروس وتحديداً مجلس الأمن والأمم التحدي هو اللي خلاه يطغى ويتبعي سياسي تحتلال الدول سبق واحتل الشيشان ودمره ومرس أبشع أنواع الإجرام في سوريا لمدة حالياً إذا عشر سنة وحالياً نهاجم على أوكرانيا بتوقع هاي السياسي القازي راح تستمر لطالما ما نوضع للحظ طبعاً نحن يمكن أن أصحاب تجربة مريرة في إجرام الروس دائماً نشعر بكل الألم اللي بيحسوا فيها شعوب العالم